دشنت وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الجاري التوسع في التعليم الصناعي في المدارس الثانوية للبنين لأصيل إلى المدارس الثانوية العامة في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني والمهني في مملكة البحرين دشنت وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الحالي تجربتها في التوسع في التعليم الصناعي في المدارس الثانوية للبنين ليتجاوز تقديم هذا النوع من التعليم المدارس الصناعية إلى المدارس الثانوية العامة وقام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة أول مدرسة تطبق هذه التجربة وهي الفاتح الثانوية للبنين حيث اطلع على تطبيق ثلاث تخصصات صناعية وهي الإلكترونيات والكهرباء وتقنية الحاسوب كما وقف على استعدادات المدرسة لتطبيق تخصص القياس والتحكم بدءا من العام الدراسي المقبل ما وجدته اليوم من اهتمام ورغبة من ابنائنا الطلبة في الالتحاق بهذه البرامج التي أيضا تتناسب مع ميولهم وكذلك تسهم في سياستنا في تنويع وتطوير مسارات التعليم في مملكة البحرين نحن نولي للتعليم الفني اهتمام كبيرا عندما قمنا بالاستفادة من المكانيات الوزارة في المدارس الأخرى أسهم ذلك في تحقيق سياسة الوزارة في الالتقال بهذا التعليم إلى مرحلة أخرى متقدمة نجحنا أيضا في مدارس الطالبات من خلال الأجهزة الطبية وغيرها من التخصصات وهذا يؤكد في أسمى صورة أن طلابنا لديهم الرغبة في التجاوب مع المشاريع التطويرية فأنا أشكر أيضا القائمين على هذه المبادرات داخل قطاعات الوزارة المختلفة نحن ندرب الطلاب ونعلمهم على المواد الفنية الإلكترونية بحيث أنه يصر عندهم خلفية عن هذه الأشياء اللي يأخذونها بعدين في المستقبل وهذه المدرسة كانت دمج حق مجموعة تخصصات العلمي والأدبي والصناعي والتجاري بحيث أن الطلاب يتطورون ويتعلمون أكثر إن التوجه نحو زيادة عدد المدارس الثانوية المطبقة للنظام المطور للتعليم الفني والمهني يأتي بغرض توسيع شريحة الطلبة والطالبات الدارسين للتخصصات الفنية والمهنية الملبية لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية والاستفادة مما يتيحه هذا النظام التعليمي من مسج بين تلقي المعلومات الأكاديمية والتطبيقات العملية داخل المدرسة والتدريب الميداني في عدد من الشركات والمؤسسات لضمان إتقان الطلبة للمهارات المهنية المطلوبة في إطار تخصصاتهم وتحقيق التكامل بين الخبرات النظرية والعملية وأخلاقيات العمل لديهم بما يعزز من فرص نجاحهم المهني مستقبلا نتمنى أن تفتح فوقها جديدة من خلال التعلم في نفس المدرسة مع أكثر من مسار تعليمي ونتمنى النجاح لهذه التجربة كتجربة أولى الفاتح الثاني والبنين تشمل مسار الصناعي والمسار التجاري ومسار التعليم العام أنا أضافت لأنه يساعدني في المواد النظرية والعمل بزيد المعدل المالي يذكر أن الوزارة حرصت قبل اتخاذ خطوة التوسع هذه على استكمال كافة متطلباتها وخاصة تهيئة البنية التعليمية التحتية بإنشاء الصفوف والورش والمختبرات العملية المتخصصة وتوفير الكوادر التدريسية المؤهلة وأن هذه التجربة الجديدة في مدارس البنين تأتي في أعقاب النتائج المتميزة التي حققها تطبيق التخصصات الصناعية في مدارس البنات والتي أثمرت عن قصص نجاح متميزة لعدد من الطالبات في تخصصات مثل صيانة الأجهزة الطبية وتقنيات وصيانة أجهزة الحاسوب